انترجعت وبتشارك في سوب أوبرا عايز نعرف ناس برضو يعني ايه سوب أوبرا وطبيعة مشاركتك فيه سوب أوبرا انا بشتغل حاليا في مسلسل سوب أوبرا اللي هو مسلسل وسط البلد مسلسل وسط البلد وهو مكمل معنا في رمضان ان شاء الله ومكمل لآخر السنة هي دي فكرة السوب أوبرا كم حلقة؟ مبدئا 192 حلقة تقريبا ده لغاية آخر السنة طبعا معنا أستاذ جمال عبد الناصر وأستاذ سمح السعيد وأستاذ سمير عبدالعزيز وبقرة جميلة بصراحة من الفنانين الجمال يعني ده أنا مع أستاذنا الكبير وأستاذ أحمد شفيق المخرج والحقيقة هي تجربة جديدة يعني ما تعملتش قبل كده غير في الرجل تعملت عائلة مرزوق إنما على مستوى التلفزيون ما تعملتش قبل كده على مستوى الدراما يعني وفكرتها إنها بتقدم الحياة اليومية يعني هو فيه خط درامي واضح للشخصيات في المسلسل طبعا وفيه حدوتة في وسط البلد بتحصل ثلاث إنها بيجيب لك الأحداث بيعيش لك الأحداث يعني مثلا في عيد الأم هتلاقي عيد الأم وبيقدموا الهداية لممتهم وبتاع الحاجات اللي احنا مفتقدينها بتاعة الزمان دي في رمضان هتلاقي مئدة الإفطار والناس قاعدة معاك لتومي 65 يوم بقى مع بعض بقى الجمهور المصري تفتكر حيتأقلم أو يتفاعل مع لصف أبرا المسفزلات الطويلة دي احنا متعودين على ده في المسفزلات الأجنبي والناس الحقيقة بتتباحها شايف التجربة دي الجمهور المصري هيتفاعل معها والله هو الزمن اللي هيحكم إنما اللي نقدر نقوله دلوقتي إن المسلسل سايب علامة كويسة وإن هو اللي بيشوفه مبسوط بي ومكمل ومحاسش بزهق أم وده مهم أولا لأن الأحداث حلوة والأحداث تشد وهو الفكرة إن هو مش أم الأبطال كتير والموثلين كتير ففي أحداث كتير قوي فممكن تلاقي مثلا أنا بقى عمل شخصية اسمها فوزي بني أدم مستفزي جدا فوزي ده عكس شخصيتي تماما يعني هو فوزي ده لما جيت أخد الورق بتاعه طبعا أنا كنت مرعوب وتقريبا هم كمان كانوا مرعوبين في اللوكيشة منه اللي هو هيطلع إزاي بس الحمد لله طلع يعني أحسن مما كنا نتخيل الحمد لله رب العالمين وكان في تحدي بقى ما بين الناس وبعض وبتاع الأحمد عزت شكله طيب أو ما يعرفش أعمل الكلام ده يا جماعة لا أنا ريخم بقى يا لا يعجين رخامة بقى خدوا رخامة بس عد للصبح بس فيعني الحمد لله فهتلاقي بقى شوية فيه تركيز على حدوتة وبعد كده شوية كمان فيه تركيز على حدوتة تانية وبعد كده فهو ريتم الحدوتة نفسه لو سريع المشاهد هيتتدلي ده حاصل بقى ده حاصل ده حاصل أنا لافت نظري في كلام حضرتك يا أستاذ أحمد أنك كنت بتتكلم لما حبيت ترجع التمثيل كلمت حد تعرفه لو فيه فرصة إحنا عارفين أن موسم الدراما بقى منصاب بس على رمضان ودي عاملة مشكلة للفنانين كتير أن هم يلاقوا فرص المنصات دلوقتي الإلكترونية قد إيه ساهمت في أن هي توجد أفكار أكتر توجد فرص أكتر لفنانين أن هم يلاقوا فرص عمل حقيقية ويشتغلوا أو بصراحة بيني وبينك هو لوقت الوضع يختلف عن زمان كتير لا أنا لما جيت كنت بتمنى أن أحاول أرجع ده نتاج محاولات عشر سنين خمساشة سنة يعني هو المهم مش قلت أنا عايز أرجع فهي الله تعالى أرجع لا ما حصلش كده لا طبعا يعني الواحد طلعينه علشان الخطر يعرف يأخذ فرصة يعني مش مضوبش بالسهولة لغاية دلوقتي الواحد كان طلعينه برضه علشان يأخذ فرصة يعني أنا عادت فترة طويلة ومعنديش مشكلة فده خالص على فكرة إنما تعدد المنصات أكيد في صالح السوق كله أكيد في صالح السوق كله وفي صالح المشاهد كمان لأن وبعدين دلوقتي تنوعه مهم قوي وبعدين الفترة اللي فات كمان بقى فيه فكر جديد وفيه فكرة جديدة بتاعت اللي هو حلقات السبع حلقات والخمساشر حلق احنا كان زمان عندنا السباعيات يا دي لأوجدتها المنصات الإلكترونية بالزبط احنا كان زمان عندنا السباعيات عندنا الصهرات التلفزيونية وعندنا حاجات كده يعني قعد فترة طويلة جدا ان الكلام ده مش موجود وبعدين أخيرا رجعوا تاني قال لك نعمل حاجات الصغيرة الحاجات الصغيرة دي فيها ميزة إن طبعا الأبطال اللي هتجيبيهم فده مش هتجيبيهم فده مش هتجيبيهم فده وهاكذا فأنت بالتالي بتغيري ففعلا فترة اللي فاتت حصل روج وناس كتير قوي اشتغلت وخدت فرص وفي الآخر على فكرة عشان نكون صرحة مع بعض يعني أكيد السوق برضو بيحكم يعني يعني أكيد الوضع بيحكم من ناحية من ناحية إن انت ممكن تشتغله ما يكونش في قبول في الآخر فتلاقي نفسك عملت عمل وعملين وماشتغلتش تاني يعني يعني دي شغلنا زي أي شغلنا في الدنيا يعني مضبوط كلام بس يا